فتح القدوس في الذب عن العلامة محمد علي فركوس الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد قال كبيرهم هداه الله وألهمه رشده في الطعن في العلامة فركوس حفظه الله وسدد على درب الحق خطاه وجعله مباركا أينما كان آمين فقد قال وبئس ما قال كنت مخدوعا ويكفين حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خدعنا بالله خدعنا له أقول يا سبحان الله أكثر من ثلاثين سنة لم يتبين لكم خداعه بالأمس القريب كنتم تثنون عليه الثناء العطر تاج رؤوسنا ريحانة الجزائر وتبرئونه من كل تهمة فاجرة قلتم في من اتهمه بالسرقة العلمية أنه يهمش ويهجر ولا كرمة له وقلتم أيضا ومن أعجب ما نسمعه ومن أغرب ما تلفظ به بعض من ابتولين بهم في هذا الزمان اتهام بعض العلماء بالسرقات العلمية كاتهام بعض الشذاذ شيخنا بالسرقات العلمية وهؤلاء لفرط جهلهم من جهة وعدم معرفتهم برجالهم من جهة أخرى ورجالنا بالدرجة الأولى هم علماء وهم سادات وهذا البلد أحب من أحب وكره من كره الله جل وعلا رفع فيه قدر شيخنا وإمامنا وعالمنا الشيخ فاركوس حفظه الله يأتي سفيه ليتهم هذا العالم بأنه صاحب سرقات علمية وخلاصة هذا الافتراء أن الرجل لا علم له لا علم له إنما سرقات يسرقها ولو عرف هؤلاء قدر هذا الرجل لعلموا وأنا أقولها لهم أن شيخنا في جلسة واحدة لو سألته سؤالا لأجابك بكتاب في غرفة فارغة لا كتاب فيها بما أنعم الله جل وعلا عليه من هذا العلم الذي رفعه الله جل وعلا به فنسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يبعد عنا شر هؤلاء الأشرار وأن يحفظ شيخنا وسائر مشايخنا من مشايخ أهل السنة والجماعة وقلتم أيضا في الإنكار العلني ما جاء بشيء لم يسبق إليه يعني سبقه بهذا من قال بمثل هذا من أهل العلم والقضية راجح ومرجوح إذن فأنتم تعلمون أن هذه مجرد تهم لا غير فأين خداع الشيخ لكم فوالله لا أدري ما الذي أصابكم فانقلبتم على أعقابكم بين عشية وضحاها أصبح الشيخ سروريا قطبيا تكفيريا خارجيا يدعو إلى حمل السلاح على إخوانه ويخرج في المظاهرات في الصفوف الأولى وجد لكتبه سريقات علمية وأخيرا وليس آخرا إنه مبتدع سبحانك ما هذا إلا بهتان عظيم واعلم أنني لم أتقول عليك كذبا وبهتانا والله لئن أخر من السماء إلى الأرض أهون علي من أن أقول عليك ما لم تقل فكل ما قلته فهو من أشريطتك الصوتية المتناقضة وأقول لك ناصحا لوجه الله اتق الله يا رجل شيبك ناعيك فقد شاب الشعر وواهن العظم والليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلابد من دخول القبر وتذكر وقوفك بين يدي الله رب العالمين يوم يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فأشفق على نفسك فإني والله مشفق عليك وأما قولك يكفينا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خدعنا بالله خدعنا له فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هو مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى من عبيده طاعة وحسن صلاة أعتقه فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق فقيل له إنهم يخدعونك فقال من خدعنا بالله إن خدعنا له رواه أبو نعيم في الحلية بسنة حسن ولهذا يجب عليك التراجع وبيان ذلك للناس وهذا من باب الأمانة العلمية جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار نسأل الله السلامة والعافية وختاما أقول كلمة في أذن هؤلاء الطاعنين في الشيخ حفظه الله تعالى بأنه سروري وأنه خارجي وأنه تكفيري وغير ذلك أخفي هذا عن رجال الأمن وعلمتموه أنتم قولوا لنا إن كنتم صادقين فالشيخ بحمد الله يعرفه الخاصة والعامة يعرفه رجال الأمن يعرفون عقيدته ومنهجه يعرفون سيعة علمه يعرفون صدعه بالحق لا يخشى في الله لوم تلائم قولوا ما شئتم فوالله لن تضر الشيخ شيئا نسأل الله أن يحفظه من كيد الكائدين وحسد الحاقدين وأن يختم لنا وله بخير ما ختم به لعباده الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه الشيخ أبو عبد الحليم محمد عبد الهادي الجزائري يوم الثلاثاء في العاشر من شهر شعبان سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف هجرية تنبيه هذه المادة تعليق صوتي ترجمة نانسي قنقر